وبمناسبة الشيخ كشك أنا من الذين تأثرت بهم وهو من أفصح خطباء هذا العصر على صعيد خطبة الجمعة إذا جئت بعد العاشرة الصباحا لا تجد مكانا تجلس فيه ويصلي معه حوالي أربعين ألف وكان مسجده في دير الملاك هو حيل الأقباط ويخطب ساعة ومتدفق تدفق عجيب وبعدين هو واسم المسجد شيخنا اسم المسجد عين الحياة وفعلا يحيي القلوب والمعاني المعروفة عند الناس يسوقها بشكل جذاب يعني مثلا قصة أبره في دخول الكعبة قال أنا حاول أقلده شوية كده وهنا صدرت الأوامر العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران الإلهي لم يكن من طراز فانتوم ولا ميج 23 وإنما كان من طراز كن فيكون تحرك هذا السرب صوب المعركة كما أشار بذلك البلاغ الحربي القرآني ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين بسبب بسبب كارها اشتركوا في القناة